السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما الواسمن في الاخبار غزة هاشم. طيب مين المخصوص به هاشم? هاشم ده الجبت التاني لرسوله السلام. الرسوله السلام اسمه محمد على السلام ابن عبدالله ابن عبدالمطالب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصوي ابن قلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوأي ابن غالب ابن فهل ابن مالك ابن الندر ابن كانانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نظار ابن عدنان ينتهي نسبه له سيدنا إسماعيل هاشم اسمه الحقيقيه عمر لكن مشد القرمو كان هو اللي بيكسر الخبز عشان يعمله السريد السريد اللي هو الفتة رز مع لحمة مع شوية خبز في فوق خبز وعيش ولحمة وكان بيتعمل حجيك يعني أي حد بيجي حج هو بيصدفه فهو أول من أطعم السريد بمكة وأول من سن رحلة الشتاء والصيف ليلة في كرايش ليلة فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوان وأمانهم من خوف حتى أحد الشعراء بيقول عمر الذي هسم السريد لقومه عمر الذي هشم السريد لقومه قوم بمكة مستنين عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأسياف فهو لما كان بيروح للشام كان أساسي بالنسبة له فلسطين لأن فلسطين كان عاصمة الحكم في العاصمة الرومانية وأهم مدينة هناك ففي مره المرات هو راجع توفى في مدينة غزة فنسبت إليه غزة هاشم وفي الفترة دي كان هو أصلا متزوج من الأنصور ساعتها كان اللي هما الخزرة كان في البدار منورة كان متجاوز سلمة ابن عمر النجارية الخزرية وكان له ابن هناك ابنه ما اسمه عبد المطالب ما فيش إله عند العرب اسمه المطالب إنما اسمه شايبة كان فيه علامة فجوه فسموه شايبة فهو تولد في ياسريب وعامه بقى لما عارف أن ابوه مات في غزة فعمه اسمه المطالب قال لك أنا هروح أنا أولى إن أنا أربي ابن أخويا فالمطالب راح قال له هم شايبة أهو فراح يخذهم وقال له ما تخافوش هيتربى في مكة ومكة فيها أمن وأمان فمحدش خاف عليه وراح يخذه معاه ودخل بمكة فأول مقراش شاهده قال له إيه عبد المطالب يعني افتكروا إن ده عبد هو اشتراه فقال لهم لا ده ابن أخي شايبة لكن هو غلب عليه اسم يعني من أول مرة تعرف عليه عبد المطالب فإسم انتشر فاشتهر باسم عبد المطالب وكان معظم في مكة وبالذات لما حفر بقر زمزم أصبح مشهور أكتر وأصبح يعني هو أصلا أبو هاشم هو معروف إن هو من سيادات قريش فبرضا عبد المطالب كان من سيادات قريش فدي في قصة غزة هاشم موسيقى